انا الماتش اللي فات هناك قلتلك ايه قلتلك انا ماتشين سيمبا ما ازعجنيش قوي لان تفوقنا كان واضح وكان عيب ان احنا من ما نكسبش ما نكسبش الماتشين وكنت ارى انه سوق بغت ما يكررش كتير يعني وخفت عالماتش العودة ان يبقى ده مستوانة خاصة بالصلف بتاع المدرب بتاع جنوب افريقيا فكنت نفسي اقول ايكسب الماتش ده لكن الادع بتاعنا لا مختلف تماما 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 وفعلا اليوم ده يعني الجمهور ولا اروع صحيح حضور ولا اجمل صحيح تشجيع والزعوب العد بين بين اشقائنا اللي عايزين كل الدعم دون ان ينسوا فريقهم اللي في الملعب والعكس اي ولا اجمل ولا اروع لم يهدقوا لحظة اذا الجمهور عمل اللي طلبنا منه تماما التحكيم حتى لو قلت ان كان ليه وكان ليه هو الافضل في الاربع ماتشاط لانه اولا واخيرا ادالك ضرب الجزاء مبكرة اذا هو يعني اليوم بقى ماشي ازاي نرجع للعنصر طيب فريقة تقاعص لا انا اتحدث الاول اخدها واحدة واحدة بداية هائلة ناس مستوعبة ان هي نازلة لا تأكد نفسها والدفع من اجل فريقتها لم يبخل احد بقاطرة حصل للرجل يعني انا نفسي استغربت انه يبدأ باكرم مهما كان لسه جاي ولكن اكرم كان عند الموعد ابتدى بقوطه الضربة اللي كان مريحها امام عشور عمل شوت مبدع واحد من نجوم المباراة بالشوت الاولان اللي عملوا اي بالنسبة لتاو حسين الشحاد سبك التوفيق وعدم التوفيق بقى لكن لم يدخر اي جهد وكان في خطورة دهمة على المربى الفرص كتير اي اللي كان ضدك في الشوت ده التوفيق لانك انت تلات كورة في العرضة منهم كورة زي البلياردو شوتة شوتة في خطة في رجل او في رد فعل تلقائي من كهرامة تروح في العرضة تكرر الكورة دي قبليها بماتش لما بيرسيتها وقعت الكورة من يد الجون وزقها في العرضة الكورة وقت من يد الجون تلات او اربع مرات وفي كل مرة لما ترجع ما تروحش غير لحد اي ما مدافع اي ما ترجع للجون ودي ما بتحصلش كتير يعني احنا بنشوف غالبا لما كورة بترجع وخصوصا فيه تواجد فرودة الالي كانوا موجودين يعني مش مطنشين كانوا موجودين كهرباء ومودست يعني كانوا موجودين بس التروح كده وطروح كده كانت تيجي الدنيا كانت وعدين امعانا في التأكيد ان اليوم ده واخد منك موقف اصابة ريدا سليم بعد ما نزل بدقيقة الشوت التاني انت عملت في المباراة دي من كتر الحرص انك تخلصها بدري اتضغط كل ارجاء الملعب بالشكل الجماعي اللي احنا بنطلوبه من الفرقة واتضح ان اللعيبة عايزة وعملوه بشكل متناغم وفيه تعاون ما فيوش لحظة سهيانة بس تم السهلكم تم السهلكم وهنا خطورة انك ما تخلصوا انت كويس فالشوت التاني طبعا كل الشوت ما بيعدت برضو سانت داونز احنا بنتكلم على فرقة فاعمة قدروا يقفوا على رجلهم اكتر انت ثقتك في نفسك بقت اقل بقى فيه رعونة شوية ما بقاش فيه التفوق اللي انت شايفه جيت تغير حصللك سوق البخت فيه ناس بقى تقولك اصل كولر بيغير متاخر ولا ما يغير في دقيقة حاجة وستين دا مش متاخر قوي ما انت عندك نص ساعة ولا عندك يعني بيبقى انا اعصد اقول ايه لو الدنيا عايزة تمشي هي الريشة بقى اللي بتطب هنا ولا تطب هنا ليه مش عايزة تمشي خليني اقولك في سياق برضو الحديث فيه اختلاف كبير بين الاداة في الشوط الاول على الشوط التاني ودي حالة استمرت يعني دي مش اول مباراة الاهلي مستوى الشوط التاني اقل بكتير من الشوط الاول لا وحيان كتير العكس لا انت بتقدر تقول الظاهرة الظاهرة ما بتديش الشوطين زي بعض مم دي مؤكدة السنة دي من بدايته الشوط التاني باستمرار طب دي فراج بيتشاور لك على ايه المعدل البدني محتاج مراجعة محتاج مراجعة اذا مش مراجعة انت لا يمكن لا يمكن شوف البطولات بقى نجح ده كلام يعني انا قريت فيه كتير عشان الدورات الأولمبية فلما كنا بنجاهز يعني واحد زي ناجي اسعد طول السنة ارقامه مرعبة قدت له اكتر من مرة ما قدرش يشارك في الدورات الأولمبية لكن كل ما يقرب ارقامه بتقل لان العبرة مش انك انت ارقامك ايه العبرة انك تمام تمام المستوى البدني بتاعك يجيلك في لحظة المنافسة فتجد القليلين اللي هو ارقامهم بتترجم باستمرار زي بولت مثلا ده حاجة خارقة كارل اويس ده حاجة خارقة جون بيون بتاع الوال حاجة خارقة لكن الحاجات اللي فيها منافسة امنافسة هي عرضة على حالتك يوم الماتش عاملة ازاي عشان تبقى حالتك كده بيجي يقولك انت عايز توصل للقمة امتى بس انت الاول ما توصل للقمة هيبدأ بعضها الهبوط فلو جلقت القمة متقاربة مستحيل تحافظ على نفس التفوق ونفس العامل البدني بس جات المباراة وانت شرط الاول كويس ما خلست ما نبقى معنات انا وجهت نظري ايوا بعض الناس اتفقت معي فيه بعض الناس لا لقى ان البديل البديل ايه انك انت اهملت انا ما كنت شايف ان فيه حد عايز يامل في المتجد خالص لكن اقدر اقولك لأول مرة لأول مرة اشوف كولر عصبي سواء في الملعب او في المؤتمر وشه انا كنت ترعب اقولك ايه القاتل المبتسم غابت عنه البسم حس بقى هي ايه مداني ضهرها كده ليه هو ايه اللي بيحصل ده تم انا بعمل اهو الناس بتوصل ده هو من المطش اللي هناك على فكرة اه يعني اللحظة دي او الشكل اللي انت شفته لا هناك كان عنده سبب يخاف كان الاداء مش حلو يعني انت انت مابوسة استاذ برايم ده دخل فيك جول من شوطة من بره 18 لكن الموقف ده جاه عليك كم مرة اربع خمس مرات ايه فيبقى انت كان عندك عجزة انك انك انت تسد الحتة دي ودي مسألة سهلة مش صعبة انك تسدها لان هي مش عايزة اكتر من التمركزات ما كناش هدير نتمركز لايه اسباب بدنية قد يكون فيها جزء نفسي والجزء النفسي بيأثر على الجزء البدني ده حتما طبعا احنا و احنا بنقول الكلام ده بنقوله و احنا عايزين ننبه الى شيء متضايقين انا واحد من الناس متنكد من امبارع لحد النهاردة ايه لان المسألة كانت قريبة جدا وسهلة على فكرة شوطر اولي لو البنال تجي يخلص ثلاثة والله سان داونز في النسخة دي ما كويس ايه ايه مش كويس احنا عمالين و عمالين بقى ايه اما نزعل من نفسنا ما نستحقش هو اللي استحق بقى مرة ايه استحق طب ما تخلينا اسألك في الجزئية دي مهمة جدا لانه ممكن بعمق اللي انت بتقوله انه التهويل الجامد من قوة سان داونز قبل المباراة قصرت عليك سلبا و خلقت له قيمة ما كانتش موجودة في أرض الملحة لا هو كانت موجودة بنسبة في الخلفية بتاعت السنة اللي فاتت اه انت جاي من هزيمة مرعبة اه السنة اللي فاتت بس ما تنساش انك جبت الجولين و ضع منك الجولين هناك اه اه لكن اسباب ان الجوان جات انك شاط عليك من المنطقة دي فالتوفيق كان حليفهم كورتين لا يمكن يعني يلبسوا بالمنظر ده لكن انت وانت رايح حطك في نفس الظروف الضغطة يعني انا استغربت جدا من اللوع بتاع المدرب ويقولك ايه احنا طلبنا تغيير المعاد وهم طلبوا تغيير المعاد احنا ما طلبناش تغيير المعاد احنا قولنا مش منطقة نلعب الضغر فانت تقولي طب انت ماتشك تلعبه بالليل بس ماتش تلعبه الضغر يعني عملت ايه انا كان احسن لالعب هناك بالليل والعب عند الضغر فانت حطيت هو طبعا وده حقه مش فير بلاي قوي انك انت تحاول انك انت تاخد ميزات مش الرياضية ايه اللي حساب غيرك وانا عايز اقول الاتحاد الافريقى او الاتحاد الدولي لا محدش هلعب الضغر ابد هتقولي فرق بتلعب الضغر ما ينفع خصوصا في المناطق الحرة حتى لو كان في اوروبا بيقدروا يلعبوا العصر وانا ما بشوفهاش كتير يعني يلعبوا الضغر كتير في اوروبا بس مناخات مختلفة مناخات مختلفة ده اللي عايز اقوله مناخات مختلفة والدنيا بتلاقي اللي عندهم السعكاب يعني هو ما عندوش مشكلة ان يلعب العصر او الضغر وبعدين كويس اول لما نلعب الضغر نلعب كلنا الضغر بقى ما نلعب الضغر طيب سؤال تاني اذا انت ما كنتش في الظروف كويسة هناك وقديت اداء سيق يقلق لما جيت هنا يحسب ليك انك ما استسلمتش للحالة السلبية اللي كنت فيها ولكن ايضا هو في ايه ايه حكاية الفرص اللي عملت ضيق دي قبل ما اجل الفرص بجانب حاصل نوع من التهويل لقوة سانداونز خلقت زي ما انت قلت في الخلفية ضغط عصبي لكن كمان بالنتيجة كمان كمان هو مش تهويل من فراغ اه استنادا على نتيجة اللي هول هول انه تمام الخامسة جاية الانشغال بحطة التوقيت والمعاد ياخد شوية من التركيز طبعا ولذلك انا خد مني ما يتقرر ارتضيه قلتلك السنة اللي فاتت من الوداد بالزبط وعشان كده ربنا بيخليك بالزبط ما تشغلش بالك بحاجة العب في اصعب الظروف بقى خلاص واللي يتقرر نفذك قوت بحاكم حيبقى ضدك ومش عارف ايه بقى ضدك والجمهور ما تلعب اذا تكسير كل حاجة تشغلك لا كلام في طاقس ولا كلام في تحتين بس ده مشروط بحاجة اصاز برايب انك كمان تلعب وجمهورك ما يسحبش منك الثقة ما جيش ولك مليش دعوة طول ما انت عامل عليك لازم تاخد دعم ايه يعني انا علاقة الجمهور بفرقتها لازم تبقى كده طول ما انا عامل عليها اخد الدعم ما بتدينيش الدعم عشان انا بكسبك او بابا في حالة من التقلق الواضح جدا طب ما هون مش حافظ المتقلق مش شكل واضح جدا تعالى نتكلم هو مين العناصر اللي كانت مرجحة لك السنة اللي فاتت شنوي هاني محمد عبد المنعم كغربا مروان عطية اه لما جيه بيتسو حسين الشحات كهربا بيرسي تاو تقصر اه اه انا قلت ايه بيتسو بيتسو تاو بيتسو موسيما بيرسي تاو بيرسي تاو علي معلود سبعة ثم جاء وكان معام حمد يفتح ولكن جاء الحقيقة امام عشور كان اضافة السنة دي كان اضافة حلوة جدا ايه طيب هو 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 مش من سوق البخت ان الشهر ده مش السنة دي و ليه بقولك الشهر ده لان فيه ستة من اللي انا ذكرتهم دول في احسن اه في احسن من الرشحي اللي احسن لها في افريقيا ايه انت عندك الشنة و عندك هاني و عندك محمد عمينة و عندك الشحات و عندك برسيتا و عندك علي معلود ستة متر الشحيه يبقى طول السنة لاخر مشاركات الشهر اللي فات ده بس ابتدى الاداء يهتز بتاعهم توقيت اهتزاز اداءهم ما كانش يناسبنا لان ده توقيت حاسم بطلطين مهمين جدا طيب دخلت انت في جزئية اهدار الفرص لانه انا لما الاقي قبل سنبا خلاص بقى الاهلي مكسابه في مطشاته المحلية هيف سكور يا تلاتة اربعة لدرجة انه خالد الجوادي المترجم قالك انا قلت المرسل كولر ما كفاية كده تلات اربعات نكمل اربعات كفاية تلاتات اهله لا يعني تلاتة كويس اذا السابت ان انت بتسجل كتير كانت الملاحظة باش منتس حاجتين انت طول ما كانت الاجنحة بتاعتك بتسجل يعني بيرستاو هداف حسين الشحاج